السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الامين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الديني وبعد فيقول الله سبحانه فاذكروني أذكركم وشكرو لي ولا تكفرون فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بلله وكذا في إن الله يقول إن الله ملكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَا مَنُوا صَلْلُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشكر بعد شكر الله تعالى منصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير كذا فإنهم منصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا معنا لإخراج المجلس لإخوانهم سلامهم الله استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي الله بإله السلام عليكم الحمد لله بخير الله يتشف عنهم كل ضر يا رب كل كرب ويسلمهم من كل ما كهوه سوء هل هم في أهل غزة بسبب اتلاء من عند الله عز وجل ولا هو يعني والله كل شيء مقدر المسلم منهم رفعة لدرجاته وإذا كان ثم شخص ظلم لظلم لنفسه في كفارات إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم عليك وسهل الله بركاته تفضل ما حكم مقاطعة الأخ لأنه يدخل لا تقاطعه من أجل ذلك انصحه وصله باركة الله فيك باركة الله فيك باركة الله فيك نقول نداء للشاب الذي يريد أن تزاوج الفتاة التي ظلمت من قبل أمها هناك من يريد أن يصدق بشيء لمساعدة الفتاة ما نعرفها الله يحفظك خذ رقم إذا توصلت السلام عليكم إذا المسألة هترجع إليه هو إذا كان دولة دولة محاربة في هذه الحال سنجوز باركة الله فيك نحن أتكلم بقى لو المنتجات اللي هي ملابسة زي الشركات عضيبة سمايك الحاجة ديات اللي بتحط عليها اللوجو كلمنا على الخاصة مخطوبة وأتكلم خطيبة الوقت متأخر وأهل المسافرين هل دا عادي حازم الأولى عدم ذلك تكلمهم للضرورات وفي أوقات لا تثير فتنا ولا قلاق لا العملات الرقمية البيتكوين سألنا عنها أهل البنوك والمختصين قالوا لا أصل لها في البنوك ولا يتعامل بها أبدا ونخشى أن تكون شركات نصب أيضا واحتئال السلام عليكم السلام عليكم عليك السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى أيها نعم الله يكريمك أبراس عليك أبرا الله يكريمك بقول لي حضرك يا شيخنا أنا عايزة أبل حضوطك ضووري مسألتك طويلة تاخد زمن ولا مختصرة أه لا مسألتك تاخد وقت لأن مبنية عليها مستقبل عين مستقبل أسوة والله يكلمني على الهاتف الخاص أنظر إيه هي وإن شاء الله نصل إلى حدوة طيب أنا حضوطك ببيني عليها بس ما حدش بيود عليها صاحب المسألة الخاصة وأنا أطلبك إن شاء الله طيب حضوطك أنا ممكن أجي على عنوان حضوطك في سارجيلي أنا ما عندي أنت مسألتك طويلة وتاخد وقت لازم أفرغ لك وقتي أيوة يعني حضوطك أبل حضوطك أبل حضوطك عندك في المسجد يا أخي كلمني على الهاتف الخاص كانت سين وجيم سريع في أي وقت تفضل مسألة محتاجة جلسة لا أستطيع إلا أن أحدد لك وقتا طيب حضوطك أكلم حضوطك إيه إن شاء الله ارسل رسالة نصية قل أنا صاحب المسألة الخاصة وأنا أطلبك أشوف إيه موضوعك إن شاء الله طيب زكاة الفطر من متى تبدأ كلمنا عليها بالأمس تبدأ من رمضان وأفضل أوقاتها من بعد غروب الشمس في آخر يوم من رمضان إلى صلاة العيد أما امتدادها فتمتد إلى غروب الشمس يوم العيد خلافا لما عليه الناس الآن ما سبب التلعثم وصعوبة القراءة ونسيان الآيات استغفر الله وأكثر لم يعتمد الأخ الذي يقول بيتكون أتمدت كلامك غلط لا تخدع بمثل هذا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يتفضل الشيخ لو حد مثلا أستاذ بشرح أو لحاجة بقول لأ أنا عافية تتسألة تقول كده أو واحد بقول لأ كنت عافية تقول كلمة دي هو دي الدعاء بالغب ولا كده عاد لا 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 بناء على غالب الظن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أظن أن فلانا وفلانا يعلماني من أمر دين النشئ فيمكننا أن نبني على الظن الغالب تماما هل من استتاب بعد إلحاد دام عشر سنوات كفرات الصيام والصلاة وعدم حفظ الفرج إن كان ألحد يعني كفر يعني كان كفر تماما وأسلم لا إعادة عليه هل التأب من الغيبة يقتص منه يوم الحساب يصلح ما قد أفسد قدر الاستطاعة السلام عليكم السلام عليكم ومولانا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل أقسم بالله وحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له مولانا بالوقت أنا بحب أن أسمع الأحكامك على يوتيوب يعني أن يكون صاضي بحب أن أسمع أحكامك الله يغفر لي ولك تفضل تحت أمرك عندما أسمع والدي أو أصحابي فبقول يعني بقول عليهم الأحكام دي يعني تمام أنا مش فاهم الموضوع يعني أريد أن أصلك مولانا ها تفضل عندي والدي لديه عليه دين والشخص الذي والشخص الذي صاحب الدين قام بيدعوة في المحكمة والدي سيجن وسيفقد عمله وموعي الأسرة وأنا بدوري موظف هل من حق هل يجوز لي أن أخذ قرض بفائزة من البنك ليستداد من والدي إذا كان سيحبس يقينا جاز لك للإضطراف إلا إذا كان هو استدان لباطل أو لحق لماذا استدان والدك استدان كان لديه مشروع وقد أفلس أفلس يجوز إذا كان والدك سيحبس شكرا حكما دعب زوجته حتى حدث القذف في نهار رمضان إذا لم يكن بجماعه وأفطر شك في ذلك لأن الحديث القدسي فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل فيرى الجمهور أن هذا يفطر وعليه أعدة يوم من مكانه مع الاستغفار والعمل الصالح هل يمكن عمر رهان إلكتروني على مباريات في رمضان لا يجوز ذلك الرهان ثم من الرهان أيضا على باطل هل الإنغماث في ماء البحر يزيل النجاسة إن وجدت على البدن إذا كانت نجاسة سائلة يزيلها إذا كانت نجاسة سابتة لازم من إزالتها السلام عليكم عليكم السلامة الله بركاته السلامة الله بركاته تحدد الشيخ لتخصوص الذكاة ذكاة المال يديه مال في أوقات مختلفة من السنة فكيف أخرج عنها الزكاة هذا سؤال أول أن تولد هذا المال من الأصل لو دخل عليك من باب آخر من باب آخر يا شيخ لو مثلا مرتب شهر يبدأ دخل منه كل شهر مبلغ لك أن تنتظر على كل مبلغ سنته والأفضل لك أن تخرج على الجميع لكن لك أن تنتظر على كل مبلغ دخل من باب آخر ليس بمتولد كربح من المال الأصلي لك أن تنتظر سنة وبالله التوفيق وإن أخرجت على الجميع فأخير لك نعم يجوز وأحسن لك مرة واحدة في حياتك يا أنا ولا كل رمضان لا كل رمضان كل رمضان تحسب اللي معاك وتخرج عنه هذا شيء حسن تشكر عليه يقول لماذا نقول إن قول الله تعالى ونقض الله قرضا حسن على الاستحباب إذا كان الزكاة المفروضة فعلى الإيجاب يا مسلم إذا كانت نافلة فعلى الاستحباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنصبة الزكاة فقال السائل هل علي غيرها يا رسول الله قال لا إلا أن تطوع انتبه يا أخ المسلم السئلة اللي كانت جات في الأول نافعة أيضا لا من اللي استهاد السلام عليكم أيضا السلام عليكم أنا كنت لسا انتصل الوقت وكان عندي السؤال التالي مش هتشغوله الخضراء اتفضل أنا كنت بس على الحكم المحاكات الأفخاص أو تقليد أصواتهم مش بهارة سخرية يعني مثلا احنا بيبقى واحد قريبنا واحد صاحبي واحد دكتور كده بيبقى لهم لازمات معاناة في الكلام يعني عادي ما بيبقى شفاء سخرية بس بيبقى الواحد دي اتحاكي من حد عارف يقليد بالضبط يعني فقال دي في زنب علينا أو حاجة والله الأولى تركوا ذلك لأنهم نلغوا على أقل الأحوال أنا فاسم طب السؤال الثاني بقى أنا كنت بس الليس على حوار الملابس وحضرتي مش هارف وقت لها توصل خاصة وحاجة زي كده أنا كنت بقى قلت لك يعني إذا كانت من دولة محاربة لا بأس لا أنا كنت بأس أنا ورحت مسحى محل هو وليت فيه تشير نفهم بس عشان ما تحرقناش وتحرق نفسك معك أقول لك إذا كانت الدولة محاربة لا بأس إذا لم تكن الدولة محاربة فتكلمني حتى أفيدك في مسائل معينة أكلم فين بقى على الهاتف الخاص الرقم موجود فيها صفحة وحاجة 015333 ماذا ثلاثة أرني بعد اللايك يعني ماشي ماشي يقول أنا باريس نصلي في عدة غرف متتالية والإمام يصلي بنا في آخر غرفة هل صلاتنا صحيحة بقيد أن يكون مع الإمام قوم وسائر الصفاف تم في الغرف أما يسكن الإمام منفردا في غرفة واحدة ولا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم هل يوجد أي فضل للدعاء الصائم قبل أزان المغرب في حديث عن رسول الله عليه الصلاة حسن وفريقه من العلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفتر يعني طلمه صائم والأدلة الثانية عامة مثل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا راهبا وراهبا صدر صدر عندي سؤال آخر صدر هو سؤال معقد من معلوم أن القرآن كلام الله إذا ما يقول نبي الله إدراهيم أو موسى أو أي قول هل هذا القول من قوله أم من قول الله وقال الله سبحانه قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى إذن هذا القول قول فرعون قال نوح رب إن نبني من أهلي فلا تتنطع الله أحفظك لا مع حكم تعديل القميص باستدامة بعد القيام من الركوع والسجود أثناء الصلاة إن احتيج فعله إلا ترك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بعد إذنك يا شيخ ممكن سؤال فضل شيخ أنا معي ذهب بالذهب ده بلغ النصاب وحال عليه الحول ولكن زوجي وحماية منعني إن أنا أطلع منه ذكاة ومنعني كمان إن أنا بيع منه علشان أعطي حق الذكاء العافوا والزهب زهبك ولا ذهب أبوكي لا زهب زوجي اللي أنا من جهو ذبي يعني الزهب هذا حقك أنت ملككي أم ملك زوجك هو الله يشخي عنهم نعم إذا كان ذهب لك أنت ملزمة بالزكاة ولا صح منعوهما لك بارك الله فيك حسام حسام أبو الخير كيف الغز عليهم صيام يا حسام أنت ممكن تقول الذي لاجد طعام كيف يا حسام زبت سؤالك حسام زبت سؤالك الله أخبر لك تبسأل عن صيام ولا عن زكاة السلام عليكم عليكم السلام الله بركاته عزيكم شيخ وهرك الحمد الله طيب كيف كيف التوكل على الله يعني كيف التوكل على الله بالعلم خذ بالأسباب واعتمد على الله بس اسعى للرزق يقول يا رب رزق نصيحة تاني للحفظ الحفظ وتثبيت الحفظ بعد الحفظ صلي بالذي تحفظه في صلاة الليل إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره ولم يقم به نسيا طيب لو كان في علم بشرح حق تاني يجري القرآن نفسه قل يا رب وكرر بسم الله خلفي شب حكم مسك المصحف للمأموم خلف الإمام في صلاة الترويح لا يشرع له ذلك يا أحمد إن في الصلاة لشغلة السلام عليكم عليكم السلام وحمد الله وبركاته عم الشيخ الحمد لله يتفضل أنا أسألك الدعاء بس عم الشيخ الله يوفقنا وياك وسلاحنا وياك الله يخليك الله يخليك عم الشيخ ما يمكنك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل هو ليس عليه زكاة فالذي ستفعله سيكون تطوان ولكن ولكن هو محاول الزهب عشان أدخل في سؤال هل معك من آخر سائل غير الزهب نعم هذا يضم إلى ذاك وانظر هل بلغ بلغ مع النصاب أم لا إذا كان بلغ النصاب فزك عليهم قيم الذهب وضف إلى التقييم الفلوس التي معك واخرج 2.5% على 1025 لا سأل موجود الآن سأل موجود الآن أي نعم هل يجوز الحيض أن تقرأ القرآن الآن من الهاتف نعم لا ما نعم ذلك والحديث الذي استدل به حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ أن القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة لا يثبت والرسول كان يذكر الله على كل أحيان وقال العائشة في الحج فعلي ما يفعل الحج إلا أن تطوف بالبيت فيجوز المرأة الحائض في رمضان أن تقرأ القرآن من الهاتف السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمعت يا شيخنا كنت بسأل حضرتك نصيحة فضل أنا عندي مشكلة كل ما أتقدم العروسة علشان نخطبها أقول عليها أن هي مش حلوة وأهلي قلولي يا ابني لجميدة والموضوع القرار معي ثلاث مرات فأنا باللوقتي عندي مشكلة ومش عارف أفصل بصور بالحكاية لا مفيش مشكلة خلاص روح لوحدة حلوة عجيبك وتزوج مفيش أي مشكلة حلوة عبدال روح لبنات لحد ما قابل واحدة أقول عليها حلوة شو انت اللي تقول عليها يعني عجبتك خلاص تزوجها ما عجبتك اعتذر انتهى الأمر بس بس هو صعب انك تجد وحدك تملت فيها صفات الخيرية يا صعب انك تجد واحدة دينة ومن بيت طيب وثري وحسناء يا صعب لازم تترك بعض ان استمتعت بها استمتعت بها وبها واش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلاص يا عم ركز علي تعجبك ما طعمناك لقمة بغير إذا عجبتك الفتاة وشاعر بالتياح ناحية تتزوج ما اجبر لك وقلنا تزوج واحدة وعشة بس تمام يا شيف شكرا السلام الله يا سلام يا رك حكما لم يكمل قراءة الفاتحة وراكع الإمام إذا كان بالإمكان أن تتزوج في قراءة الفاتحة بسرعة شوية وتدركه أحسن إذا لم يمكن وكنت من المتنطعين في القراءة اركع مع الإمام ومحسوبة لك ركعة السلام عليكم وعيكم السلام نعم وانا شوف كفارة اليمين ماذا والإطعام لانا هي زي من القطعم عشر ماذا لازم يبقى زي من أنا لا أكل بالزبط ولا يعني حاجة قريبة من طعم يعني مش أقل أعلى لا بأس يعني الأصل طعمك المتوسط لأن قول الله قول الله تبارك وتعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم احتمل معنين يعني الأوسط الأفضل قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون والأوسط المتوسط فإذا اختلنا لك بالمتوسط وأنت تاكل يوم مثلا سمك يوم فراغ يوم بيض إذا المتوسط السمك ماشي وكل ناس صالحين يقومون لك بالعمل السلام أقول عندنا بقلة بتنزل سكر رخيص على فترات بعيدة وسياسة المكان لكل فرض كيس واحد ورفضين تماما أن يأخذ الفرض أكثر من كيس فإنها أخذت كيس وبعد شوية احتلت وخذت كيس تاني بدون ما يعرفوني أنا أشعر أنني أزنبت فعلا أزنبت إذا كان ذلك كذلك فأنت أزنبت أخذت حق غيرك بأهل واحد فقير بنفس السعر الذي اشتريت به السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم بعد إذن حضرتك يا شيخنا في صلاة الترويح في بعض الناس مثلا يعني شيخ بأم بنا وكده يجي مثلا يقول له أخرج في الخطبة خمس دقايق ما عرفش هل الكلام ده يا جزلي أن الناس نشقت في الجامع اللي فيه ناس يقول لك يا عم إحنا عايزين نصلي إحنا في ترويح وكده ما نصلي برحيتنا وفي ناس يقول لك لا من التعجل ومعرفش والكلام ده يعني صلوا بالناس وإذا الإمام حبا يتكلم بعد الصلاة حتى ينصرف من يريد ينصرف إذا كان إذا يعني إذا وجدت مشكلة فاتقوا أسبابها أسبابها ماذا أسبابها الآن الكلمة التي بين الصلوات خلاص لا تقولوها واستمروا في صلاتكم بعد ذلك الذي يحب أن يستمع المرضى يستمع تمام يا شيخ الله يسلم السلام عليكم أزاكم كونكا نعم الشيخنا كان زاكرة الفترة والذي كان بيت الله عني كل سنين وفاتي بدي فلوس فالمفروض أعمل عفو الله ما سلف لكن هذه سنة تخلجوها طعاما كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نعم سؤال تاني شيخنا فيه عاملين ندوة في الكلية عاملنا عن إيد من ضمن يعني اللي هيبها في الندوة هيكرموا الأم المثالية عشان إيد الأم وفاردين علينا نروح وإلا هي نقصوا مننا درجات يعني فيين هتا الكلام دي ايه في في أي مكان يعني في الكلية عيد الأم مين بقى من عيد الأم من الأم المثالية مش عارف بقى من المدرسات اللي هناك ولا ايه دكات فيهم يعني المكان فيه اقتلاط آآ هيكون يعني أكيد بس إحنا يعني كل ديس كده بقى الولاد في حتة والبرنسات والله إذا شوفوا الموضوع شكري أي يعني إذا كانت فيه اقتلاط يبتعد عن الاختلاط إذا كانت مجبرا خلاص كن فيه جانب وحافظ على نفسك قدر الاستطاعة شكرا السلام عليكم فضل في كتاب صفة الصلاة الرسول الشيخ الألباني ذكر في قنوط الويت أن النبي كان يقنط قبل الركوع وليس بعده أما في الصلاة العادية كان يقنط بعد الركوع معناها نرى في الحرم يعني أنهم يقنطون بعد الركوع بعد الركوع أصح بعد القنوط ما ثبت فيه خبر الشيء يسير ومن الولماء من يحمله على طول القيام لكن الأصح بعد الركوع حسام أبو الخير يقول نريد كتاب يجمع ديات الرسول الثابتة الصحيحة فيه عدة كتب في هذا الصدد لكن إضافة ليها يا حسام مدعية القرآن لأن مدعية القرآن أيضا نافعة جدا ولا اختلاف فيها لا اختلاف في سندها لا تقول ضعيفة ولا صحيحة ربنا أتينا في الدنيا حسنة في الأخيرة حسنة توقينا عذاب النار أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزراكة يا شيخ عملي الحمد لله يا شيخ أنا كنت صاحي قبل الفجر النهاردة يعني بربع ساعة فغفوت وصحيت بين الأذان والأقام أنا معرفش أنا مفكر لسه ما أذانش فشربت بعد كده وبعد ما شربت لجت أذان قامت الصلاة يعني أنت كنت مقطئ لا تظن أن الفجر طلع أنا مكنتش ما كنت لسه مفكر ما أذانش طيب يعني تظن أن الفجر لم يؤذن وأكلت وشربت وبعد ذلك سمعتهم يقيمون الصلاة أيضا أكمل صيامك صيامك صحية ربنا لأخير نسينا واخطأنا قال الله قد فعلت ماشا وصلاة وبك يا أخ محمود بن عبد القادر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخانا الفاضل تفضل أرك الله في عمرك وعلمك ونفع الله بك وياكم أرك الله في عمرك على طاعتك يا رب وياكم سؤال بعيدنا حضرتك أسادي نعم منذ شهرين أنا اشتريت بضعف بمبلغ 12500 أي دفحت صاحب البضعف نفس الوقت تستسح تلاف جنيه وسبت البضاعة عنده وما كدتهاش فأنا رحت النهاردة أجيب البضاعة فلاجيت أن البضاعة طبعا أصالها غيرت أي الحل الأمثل سيدنا والمعامل الأمثل في هذا الوقت والحل كحل المشكلة بينكم التسعة آلاف تأخذ بها والباقي ثلاثة ونص لا تأخذ بها أو تأخذ بها بشكل جديد لا أخذ بالقدر اللي أنا دفحت بها سيدنا ده أحسن حل أحسن حل يعني كاجتهاد إنما ما ينتحس أن أنا طبعا أطر على غير أو هو مثل نقول أن أنا دفعني زياد لا كحل وسط لأن اللي أنا دي طبعا لأحوال الفتاة ونازلة في هذه المسائل والأصل بأن عقد لكن أنت أدررت به ويريد يدور رأس ماله وأنت تترك البضاعة عنده مركونة شهورا خذ بالمبلغ الذي دفعته واطلب منه حتى عرف الله لأنك أدررت به بحوزتك للمكان وحكر المكان على بضاعتك جزاك الله خير سيد كيف المضوء مع وجود كولونيا واليجي بالتأمم مع وجود كالنيولا يعني أعلى ما فهم مش فهمين كلامك أعلى كالنيولا البلاد التي يتبع فيها الفق من اللي التي يتبع فيها الفق من السرينج أو كالون ناشي تيمم يخسل ما استطعت وتيمم عن الباقي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أنا طريبة بالصف الثالث سنوي وأردت أن أرتدي النقاض اتقاء للشبهات ليس إلا ومثال الله سبحانه وتعالى ولكن رفض أبي رفضا شديدا بحجة أنه يخشى عليه لأن عني له مساكل مع الدولة وأنت حضوبك تعرف يعني حساسية هذه المساكل لا حساسة ولا حاجة يعني لن يضروا بعمك من أجل أن بنت أخوه منتقبة توكلها الله انتقبة لا 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 يضروا بعمك شيئا هو يخشى علي أنا أن أتعرض لمثال هذه المشاكل الشيطان يخوف والدك الشيطان يخوف أولياء الشيطان يخوف والدك أيها الشيطان أنا أصبحت الأقشى فأوضل من حضاتك نفسها ونفيحة اتفضلي استعيني بالله وانتقي به وتعففي ومنع نظر رجال إليك إن شاء الله طيب ممكن أنتظر بعد المتهاء السنوية يعني موضوع صعب تقريب إن دلوقتي مش حاضر ممكن يه نعم أنتظر بعد المتهاء السنوية يعني بعد كم شهر الله يعني ربنا يقول فاستبيقوا الخيرات ما هو مش حقيق خالص أبل الفتحة دي ما سأل لأني قلته لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ أنت شيخ قلتلي إن أنا أطلع من الدهب بتاعي زكاة المال طيب الضواتي الشيخ اللي هو زوجي المنع خالص إنه أطلع منه إلا أنا كده أقفل لا والله أنت بيع وطلعي أنت لتحسبي أمام الله تمام يا شيخ شكرا السلام عليكم السلام عليكم الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل عمز تفضل شيخ بعد هذن تفضل أنا عندي محل أزيزي كهربائية فاتح من ثلاث 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 قريبا كان عندي إباع في المحل السنمي فاتح بثمشمية ألف جنيه طلعت عليهم سبعة ثلاث ونش وأكتر من سبعة ثلاث نش زجاجة مال ماشي تمام السنمي جرت المحل الثالث في المحل حوالي خمشمية ألف جنيه طي نعلم من جدوع اللي عندي في المحل هي نفس الزواج عد السنمي كاتر بس الزيادة الموضوع دي زيادة أفعار أطلع عندي طلع الخمسمائة ألف جنيه طلع على الخمسمائة ألف جنيه زكاة كل ألف خمش عمش طلع اثناشر ألف ونص أطلع اثناشر ألف ألف نعم سلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله تفضل نعم نعم تقول تعمل مترقيمة يأتيني مقاطع باللغة الإنجليزية ترجمتها للعربية ثم يتم تركيبها على فيديوهات تمرينات رياضية تؤديها نساء أجنبيات هل عليه اسم يعني في النهاية المحتوى محرم أو حلال إذا كان في النهاية المحتوى حلال لا بأس السلام عليكم السلام عليكم شيخ مصطلع صدى لك سعى الله وبركاته الشيخ عدنا في المنزل عدنا قد نسمينه حجه حجه يعني نسمي القطة حج بدون قصد مننا نستهزعه مثلا من فرض الحج ولا يعني هل يقع قفر هنا ولا لا يعني انتم سمين القطة حج قط ولا حج كده بس يمشي حج ها نسمينه الحج قط يعني هو اسمه 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 حج قط ناشه الله المستعان من الطريف من الطريف في هذا الباب ان دكتورا في الجامعة زابة عارة لدولة من دول الخليج فهم يقول للطالب اقلت يا شيخ فالطالب ضحك قال لك انا مانا شيخ انا طالب قال احنا عندنا في مصر إذا جاء الكلب نقول لي مش اشيخ وده من اهانة اسم شيخ السلام عليكم من اهانة اسمها عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل بالحقيقة يا شيخ أنا عندي سأل ولكن الحقيقة مش عارف ينفع السيبرة لا هو بخصوص الفتنة اللي بتحدث الان على موضوع الامام النووي لكن عندي سأل في موضوع ده والله لا يلاقيد فتنة ولا اي حاجة انتم مكبرين الدنيا الإمام النووي إمام عالم مجتهد أخطأ الإمام النووي في تأويل بعض الصفات وسلك في التأويل مسلك الأشعار خلاص تحفظنا على الخطأ أي عالم من العلماء يخطي في مسائل أي عالم كينما كان فالنووي أخطأ لا شك في تأويلات بعض الصفات التي سار فيها مع الأشعار ما وراء ذلك علمه الآخر هنأخذه علمه في الفقه الموضوع الفرقةين اللي يخطي فينا على حق افهم يا أخي الكلام يا أخي هل تظن أن عالما من العلماء عصم لا أنا متأكد يعني على سبيل المثال ابن عباس مثلا رضي الله تعالى عنهم حبر هذه الأمة وفي مراحلي من حياتي كان يفتي بنكاح المتعة عمر رضي الله عنه المحدث الملهم كان يمنع من حج التمتع ويضرب الذي يتمتع في الحج حتى اعترضه عمران بن حسين وعثمان نفس الشيء يمنع اعترضه عليه ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين أبو زر يرى وجوب اخراج كل ما لزئد عن حجتك أبو هرايا كان نحن يتوضي إلى الآبات ففي أي واحد ما في عالم معصوم العالم أخطأ في مسألة لا نجادل بالباطل عن الخطأ وفي ذات الوقت لا نحرم علمه المشكلة يا شيخنا أن الفئتين بيزيدوا يا أخي ما لهم الفئتين أنت جعلتهم فئتين هما في مش فئتين أنا أتمنى أنهم ما يوصرواش محد يا أخي أنت اللي عقلك فارغ بس هم بيتقوا اللي بطار ده بقولك أنا بقولك أنت كبر مخك خلاص الإمام النووي رحمة الله عليه مسلم ولا كافر مسلم الله يرحمه ويغفر له أخطأ في مسائل في الصفات أخطأ في التأويلات خلاص تركنا له خطأ ما وراء ذلك من الأمور التي أصابها فيها نقبل صوابه زكاة النبي عليه الصلاة قبل من قال في شأن الشيطان صدقك هو الكذوب لما علم الصحابة آت الكرسي عند النوم قال لن يقربك شيطان حتى تصبح حصل ولا ما حصلش صحيح اليهود لما جاءوا إلى الرسول قالوا إنكم تشركون وتنددون أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد قابل منهم أم لم يقبل قابل من لما جاء وقال حبر من اليهود يا أبا القاسم أما بلغاك أن الله يحمل الأرض على إصبع والسموات على إصبع والسرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يهزونه يقول أنا الملك ضحك النبي حتى بدت نواجده قال ابن مسعود تصديقا لخبر الحبر أي واحد أصاب نقبل صوابه أخطأ نرد عليه خطأ وانت هل بس تهت مسألة بالضبط تسلم يا شيخنا أنا حبيت برضو أوضح الموضوع ده من خلالك نشكرك يقول الموضوع لحل يعني إن شاء الله لا والحمد لله كل مربح لولا يعني الحمد لله ما تظن أن واحد معصوم وانت تعرف أجهات الشعر التي يقولونه يعني في مسألة شديدة شوية الشفعي يقول يحل للشخص أن تزوج بنتهم من الزينة يعني إذا واحد زنب وحده ولدت له بنت الشفعي يجوز أن يتزوج هذه البنت وقل كما أنها لا ترث إذن يتزواجها فلذلك العلماء يقولون أبيات الشعر واحد منهم بيقول أبيات الشعر إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانوه لي أسلموا فإن حنافيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلاب والشراب المحرم وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحمة الكلاب وهمهم وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيظ حليم مجسيم وإن قلت من أهل حديث وحزبي قالوا تيسه ليس أدري وأفهم عجبت من هذا الزمان أعتقد يا شيخ أن أسلم شيء الوحيد هو أنه مسلم خلص لا مشكلة برضو فمسلك إن تقرأ الحق حيث يحتاج الحق إلى إقرار من مسلم أنا قلت حاجة من بوسلم هل سمعتنا ندعو إلى أي شعار غير الإسلام لكن إذا جاءت مسألة لله فيها قول لازم تنصر قول الله أنت تطر كل شيء بك كده السلام عليكم كلنا مسلم تبع لكتاب الله وسنة رسول الله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عمي حضرتك مخير وأنت طيبة أنا كنت بس يا شيخ عايزي أخبر عيب في شيء سريع أنا حنال الحمد لله ربنا التنمذ أنا فكرة دي المسش تبع لها جامل ولذلك أنا مش قادرة أعطيه عزيزي في أي شيء حتى كمان أي مش طلبات أنا ممكن كنت بقدر أعملها حالين أعمل بقدر أعملها إلا عندك يا عفوا تقولين مس أو لي جن يعني أو لي أوه المس وإزال عفريتي غلبك يعني تلقي نفسك كده وتتوازي بالله مش طرجين وتلقي نفسك وتذكر الله ذكرا كثيرا مع الدعاء إلا إذا كنت مريضة مرضا عصبيا لا بأس أن تعديد نفسك على طبيب استعيني بالله مع الدعاء إن شاء الله كله من يزول بإذن الله بإذن الله بس أعلم تلوقتي يعني الفترة دي له أنا يعني حاليا أنا متجنبة كل شيء يعني لأ إلا إن شاء عرفة أرجع مرة ثانية لا عفوا متجنبة مثل ماذا يعني كل شيء يعني متجنبة الصلاة يعني أو ليه لا مو تجنبة الزول والني مثلا أعظ مع زوجي وأعظ مع إبني أنا حاسة نعم مش عرفة تعاني يعني مع 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 البيت مرة ثانية نعم والله بس أعلم أن أخشاه يعني أولا إذا كان مسي من الجن علاجه ماذا علاجه الرقية مع الدعاء المتواصل ارقي نفسك واعتصم بالله والشافي هو الله لا تدخل رجل يرقيك ولا حاج ولا شيء انت استعيني بالله وارقي نفسك بالرقة الوردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومنها قل والله وأحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وآية الكرسي والفاتحة مع الدعاء المتواصل وتعوذي بالله من العجز والكسل إن كان مرضا عضويا كمرض في الأعصاب بلا شيء عرضي نفسك على طبيب مع الدعاء الله يعافيك السؤال الله يعني السؤال أخير أوه أنا حاليا يا شيخ اكتشفت بعض الأشياء يعني أنا تزوجت زوجي يبقى إلى حد من تقيمه حاليا دلوقتي مش يعني عنده انتكاسة فضيعة وأنا نفس النظام فأنا حافظة أن أنا يعني أطلع فهل بقى يبقى حرام عليها هو أنا يعني أنا شايفة ابني يعني أنا حالتي بالضيعة وفي نفس الوقت أنا مش أدر أساعده ولهو مش أدر يساعدني لأنه هو في انتكاسة وكان وما فيش طيب عاب فهم كلمين علاتي في الخاص كلمين علاتي في الخاص صلى الله أخفر لك نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك شيخنا الحمد لله بخير ربنا عديك السحة رب ايك عندي سؤال كده انا اتخذ شركة برمجة نعم برمجيات البنوك الشركة عملها مع البنوك بنسبة 95% البرمجيات دي منها للشؤون الداخلية للبنك شؤون العمل على فتح الحسابات ابنة العمل شؤون الموظفين ومنها الحاجات اللي بتسهل القيم العميل علشان ياخد سواء بقى قربة أو تمويل شوف يا شيخ اذا انت شايف ان اغلب عملك يسخر للحرام يبتعد عنه باركاته اتصار فاللينا استطيع اقول والذي يسألني عنه ربي واسأل الله ان لا ياخذنا بما نسينا واخطأنا الشيء الذي تعلم ان اغلبه يوظف للحلال اشتغل فيه اغلبه يوظف للحرام لا تعمل فيه اختصارا حديث من استطاع في اللي يقضي ومن زراعه القي فلا شيء عليه لا يصح يا ابن موسى السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت يا شيخ مصطفى انا كنت ندر وقلت يا ربي عهد علي لو رجعلي معاش والدي انا انا حصل لها متين جنيه شهريا زي الندر كده او زي عاد بيني فارجعيني الفلوس ابويا رجعت لي ووصيت بالندر وبالعاد مع ربتي وصيت كم سنة وبعد كده لقيت ابني اتعرض لمسكنة مادية صعبة جدا فهل حول المبلغ ده لابني هو ابدأ ولا فامل مع واحدة هي اللي انا ايضا لا حولي على ابنك ابني ابدأ يعني ويري حولي من المبلغ ده من السبت اللي انا ابدأ بديها لها لابني مفوص اي زنب لا ما في زنب بل هو الاولى الان ابلك احوش الله اخت اخت عندها ثمان سنين وهي عنجها تصوم بس احنا بنقولها مش تصوم صوميها تصوميها دلبي على الصوم واشترينها حلاوة واشترينها عفوا اشترينها لعب تلعب بها حتى تفتر احنا نفطرها واذا نصوم عيب صوميها صوميها النبي عليه السلام عفوا الرباء بن تمعوذ قالت كنا نصوم عشراء ونصوم وصبياننا فاذا جاء احدهم جعلنا له اللعبة من العين من الصوف تاني حتى ينشغل بها لغروب الشمس وعمر رأى نشوان يعني واحد سكران فعلاه بالضرب في رمضان قال ويلك وصبياننا صيام صوميها يا وقت الله يبارك الله يسلم يسأل هل استخدمت الصبح يكون مبتدعا لا ليست بمبتدع ليست بمبتدع ليست في الصبح أي خبر ينفي ولا يثبت فالأمر راجع عن المصلحة والمفسدة بارك الله فيك يا ميد بارك الله فيك حلق الشارب الشارب كاملا يكره يا محمد يكره وقد قال مالك أن حلق الشارب يمثلة لكن ينبغ أن ننبع على زيادة هي شاذة الفطرة خمس من قص الشارب أو عشر من الفطرة الرواية التي فيها قص الشارب عموما للفطرة خمس لأن رواية عشر من الفطرة ضعيف اللهم صلى الله اللهم صلى الله محمد الرواية فيها قص الشارب رواية بعض الرواية مقطئة فيها بلفز حلق الشارب وهذا خطأ هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ نعم يا شيخ ما دلوقتي بعد عمت عند الفجر كيبه أفكر أني أزان الفجر لسه ما أزانش فشغبت ونمت تاني فبعد ما همت عشان نصلي الفجر اكتشفت أن أنا شغبت بعد ما أزان الفجر أزان كنت مختان صومك صحيح والمؤمنون لما قالوا ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطانا قال الله وقد فعلت طب علي قضاء يوم يا شيخ ما عليك قضاء يوم طبعا يا شيخ نستمع عليكم خاصة في الفجر لأن الأصل طول الليل أنت مباح لك الأكل فبنيت على الأصل اختلف الحكم عند بعض الولماء عن من أخطأ في الأكل ظنن أن اجسام في غربت عندي بعض الولماء اتفضل يا حبيب كيف حالكم يا شيخ حيوة الحمد لله طيب حيات الله شيخنا والدتي تعمل في المستشفى الحكومية وتذهب ثلاث أيام بالأسبوع فأقول هذا تنسيق مع المديرين ولكن أجيبك باختصار شديد هناك تكدس للموظفين في عدد من المصالح الحكومية فمثلا صيدلية المستشفى كما يقولون غرفة صغيرة تساع خمسة معين فيها عشرين صيدلي وصيدلية رجالا ونساء والعمل تؤديه واحدة أو اثنان فيأتي مدير يجد الناس كلها جلسة في القيل والقال وما في مكان ولا كراسي لصيدل فيقول يا جماعة العمل يمشي بواحد ولا اثنين نقسمهم عليكم فيهنا قيد إذا قيدان إذا كان هذا التخلف عن الذهاب لا يؤثر على سلامة المرضى ولا على الناس عموما وكذلك بموافقة المدير المباشر فبالقيدين معا لا بأس بذلك والله أعلم جزاكم الله خير وياكم السلام عليكم عليكم السلام نعم الله حضر لك شايف طيب ولله الحمد الله بارك بك يا شيخ يا شيخ دواتي واحد صلاة الفجر في مصر متقدمة يعني مفروض الواحد بعد الأزم يستنى حوالي ربع ساعة وتلت ساعة وبعدها يصلي ولا يقضي بعد الأزم مباشرة النص هو قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عفوا صليت الفجر إذا كانوا لا يتبعون ذلك احطط لنفسك عشر دقيق ربع ساعة بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حال الحمد لله بخير شيخنا عندي سؤالين لا ما أخذ من أختك يسمى التأمين الوظيفي البنك يأخذ استقطاع شهري وفي حال أنت نظامك حكومي عفوا 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 في نظام الحكومة ولا عمل لا لا بنك بنك خاص على كل حال إذا كنت مجبرا لا يسمع عليك لا لا ما مجبرا لا لا ليس مجبرا مختار لا تشترك في حاجة أنت في غنى عنها الله يسل جزاك الله خير السؤال الثاني في الخزان فوق في الخزان الماء سقطت حمامها لمدة طويلة أنا ما أعرف إلا لما بدأ الماء ينقص فبدأت أجد يعني نتن في الماء وخلاء فترة يعني أنا ما أعرف كم الله سنت اكتشفت من يوم ما اكتشفت أني في نتن في الماء لكن الأكيد أنه يومين هو كان الماء نتن يعني يلا بعدين اكتشفت أنه في حمامة بعدما اكتشفت بعد أن اكتشفت صلح أمورك ونظف الخزان وتوضأ ولا تعد الصلوات السابقة جزاك الله خير أيهاك أحبي ولك بمثل يا عبد الله بن رجائي وأنت يا محمد بن عبد الرحمن الحفناوي السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا شيخ ممكن شرح للحديث رسول صلى الله عليه وسلم في صحيح المسلم قال بحريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تتألوه إن ما نجد في أنفسنا ما يتعظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان طيب إيه المشكلة الحديث صحيح إيه المشكلة الحديث صحيح ممكن تريد فهمه يعني ولا إيه عن أي عن ماذا يتحدثون فيما يخص فيما يتعظم أحدنا أن يتكلم به عن إيه عن ماذا عن ماذا يتحدثون في قومهم والسئل سكت عنه وقدت لما يتعظم أحدنا أن يتكلم به يا أخي شيء يتعلق برب العباد سبحانه وتعالى والتشكيك الشيطان في رب العباد كما وضحت الرواية الأخرى لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله على هذا الغرار فالنبيع الصميح الثنى ألا نتكلم بهذا وقال زاك أي زاك الكتمان وعدم التحديث به وإهماله محض الإيمان علامة إيمان علامة إيمان أنك تتجاهل هذا الكلام فهمت شكرا يا شكرا الله أكبر في سئلة تقول فأمامك عبد الرحمن خديجة على ماذا تستندون في فتاوى الطلاق هي استقرأت فتاوانا الله يخفر لها أخبرها أنها تتخرص شوية سند الكتاب مش سنة طبعا لو عليكم فهناك نصوص اتفضل يا حبيب في حديثة عن الرسول السلام ليناء النت مش عارف صحته دخل على الرسول رجلان وأنه هو سبهم وفي حواحد من الصحابة قاعد قال له يا رسول الله يعني ما أنت سبتهم يعني كده طردوا من رحمة ربنا قال له لا من ناس أعزنت ربي في أني لو سبت حد ما لا ترش محمد ربي هذا السياق يعني هو السياق إجمالي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دعا على جليل أم سلمة فقطع الله يدها أو شيء من هذا أدت رويات يعني في هذا الصدد فالنبي قال أوما علمت ما شاردت عليه ربي قلت اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وأأسف كما يأسف البشر فأيوما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك طهرة له يا ربي حديث صحيح أو صحيح الإسناد نعم لكن له فقهن لكن له فقهن بلا شك هو الرسول دعب كده يعني مش كل من قال الرسول عليه السلام اللهم عليك بفلان تكون رحمة ففي تفصيل لا بد من التفصيل ما السؤال الثاني في سيدنا نوح واحد في من سألني قال لي كل الأنبياء ليهم معجزة معجز سيدنا نوح لم تذكر المعجزات لكل نعم كل نبي له معجزة لكن لم يبين لنا في الكتاب العزيز نعم معجزة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي أي من المعجزات ما على مثله آمن البشر لكن لم تذكر معجزة معجزة كل نبي يعني مثلا معجزة ماذا ما ذكرت معجزة إلا العذاب في النهاية لكن لهم معجزة يقينا لكن لم تذكر معجزة كل نبي ولم يذكر أيضا عدد من الأنبياء بأسمائهم حتى بأسمائهم منهم من قصصنا عليك ومنهم لن نقصص عليك أيها فسلم لأمر الله مثل هذا الملحب في المسألة يعني إذا كان من أهل الاحتياج لا بأس اصبر لكن كان من أهل الإلحاف يسألون الناس إلحافا فابحث عن غيره لأن هناك أشكال بهذه الطريقة متعبة آخر تعب تعتذر ما تعتذر مصر على موقفه منك فالواحد منهم يقول تعطي شيء قول لك أجزل في العطاء يا أخي مش كده يا أخي أجزل في العطاء يعني المفروض يكون عنده حياء السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله عندي سؤال يا شيخ بس كنت حيزي أعرف حكم شد بس مباشر مباريات من مغير ما ينزل أحمد يكون كده بس مباشر مباريات بس مباشر مباريات كورة بس من مغير اشتراق يعني تجمع بين المفتدتين المفتدة الأولى أنك ستسرق من الذين اشتروا حقوق ناشر مباريات المفتدة الثانية وهي أعظم أنك ستضل للناس وضيع أوقات الناس بهذا العبث فانتبتق مع بين المفتدتين كالذي يكون في زير ميتا مع الفارق طبعا من الآن بتسرق يعني بس المباريات دا لحقوق صح؟ ايه طيب هذه فأنت بتأخذ حقوق الناس ثانيا ليس أدف الخير بل في الباطل أنت تلهي الناس عن ذكر الله وعن الصلاة وتولد فيه معصبية جاهلية فانت انتهي عن هذا العبث لا تكن عبثا في الأولى والأخرة طب الشيخ أنا لو شاركت وسمعت وكده حلام أنا أقول لك يا أخي ماذا أقول خلاص يعني اللي عندي قلته لك يا أحمد ابن عنان ما يلزم أن تكون هذه ما يلزم أن تذكر مواجزة كل نبي بالتفصيل قلنا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقص عليك من الأنبياء من وردت سيرته مجملتك لا تستطيع أن تقول أن له مواجزة مثلا إلياس وإن إلياس اللي من المرسلين إذ قال لقوم يا لتتقون أتدون بعلا وتدون أحسن الخالقين ما ذكرت معجزة إلياس بالتفصيل هزينة رمضان بدعة ليست بدعة يا عبداللطيف الأولاد فريحون لا تنكد عليهم يا عبداللطيف السلام عليكم وعليكم السلام رحمة الله زي حضرتك حفظة الشيخ الحمد لله طيب الحمد لله ربنا يبارك فيك وفامرك يا رب بالوقت أنا عندي سؤال صغير ابني كان عمل صغير صغير سؤال صغير رجع فيه نعم ابني كان عمل قسم ورجع فيه كم عمره نعم كم عمر الولد كان عمره ستاشر بالغ يعني كان عقد اليمين أم لم يعقد اليمين أيوة أيوة عقد اليمين فهو كان عاود أعمله كفارة يمين فهو قال لي ستين اطعام ستين أنا طلعت اطعام ستين طلعت اللي هو أوسط اللي احنا بنكله اللي هو في ربع فرخة ورز واخدار هجي أتلم حضرتك قال لي دا مش أوسط اللي احنا بنكله ممكن أكون باكل فرخة يعني ربع ولا يا أختي هم عشر مساكين فقط عشر فقط مش ستين ما هو ست مرات حلف ابني شوية مواسط آه ست مرات اي اي آه فأنا أنا أخدته على قد السؤال سؤال حلف ست مرات على شيء واحد ولا كل مرة حاجة جديدة كل مرة حاجة مختلفة كان لسه قبل لما ربنا ودلوقتي ربنا هزاش لا خلا فإحنا بنعوض القديم وربنا يا ربي يتقبل منه اللي قد يخرب بيتك كده بالشكل ده ماشي المهي ملت ايه يعني طلعت له وطلعت له حاجات وطلعت له بعد كده كمان حاجات فيها لحمة فهو أكلم حضرتك فإفرهم إنه هو لازم يطلع تاني لا 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 خلاص فيك أنا بس اللي قلته إن كلمة أوسط تحتمل معنين من أوسط ما تطعمون أهليكم أوسط على الوجه الأول والذي عليه أكثر العلماء الطعام المتوسط وضربته مثالا واحد بيأكل يوم سمك واليوم الثاني بيأكل دجاج واليوم الثالث بيأكل مثلا بطاطس المتوسط السمك مثلا أيواي فأنا أكلم قلته في قول آخر بيقول إن الأوسط الأفضل لقول الله تعالى احنا طلعنا لحمة وطلعنا فراخ فعندك حلوة والله يعينك لا تعيدي هو عاوزني تاني أعيد تاني لا 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 ما تعيدي ثاني أو ثماني قطر ألف خيرك يا صدرت الشيخ الله إباركي الله إباركي الله إباركي الله إباركي السلام عليكم 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 الحمد لله ما عليش عندك سفصار بقطي معتنا معايا دولار وكنت عايز يورو فروحت للصرافة قلت له الاول تديني مصري يعني تحاولي الدولار وتديني المصري وبعد كده بالمصر يشتريه كده المعاملة مظبوطة لان هو قلت لي رأى حالك من الدولار اللي يروح لطول من غير ما يديني المصري كلامك صحيح بيع اللي معاك الفلوس واقمط وبعد اشتري كما تشاء تمام بزاك الله هل يجد ان نقول لشخص يا مولانا اذا كان سيدك الذي اعطاقك قل له يا مولانا ابو بكر مولى عفوا او انت سيده الذي اعطاقته تقول له يا مولان يعني عفوا المولى لها عدة معاني منها المولى بمعنى الناصر منها المولى بمعنى العبد المعتق او السيد المعتق منها المولى تلقون مثلا واحد اسلم على هذا شخص يقول له مولاه كما يقال مثلا المخاري اسمه محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبة المخاري الجعفي مولاهم يعني مولى الجعفيين قيل ذلك لان جد البخاري اسلم على يد المغيرة اسلم على يد رجل اسمه يمان الجعفي فقيل مولاهم نقول بلال مولى ابي بكر الغالب المشهور على عهد الرسول ان المولى العبد المعتق نقول زيد مولى رسول الله زيد بن حارثة مولى رسول الله اعتقوا رسول سالم مولى ابي حذيفة بلال مولى ابي بكر من هذا الباب اما استعمال الناس له الان يا مولانا يا سيدنا يا مولانا في غير محل والله اعلم محمس عبد الرحمن بهذا القدر اجتزئ حميدا لله شاكرا لينعمه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شيئا من شيئا بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد أن تلحق وقولك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبي حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وسعة حق اللهم بك أمن وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خصمنا وإليك حكمنا وإليك أسلمنا فاقفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أصرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة ووقينا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين أمنوا ربنا إنك رأوف رحيم ربنا اصف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أجعلنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنى إليك وإن من المسلمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر في غزة وفي فلسطين وفي سائر بقاء الأرض يا رب العالمين اللهم إننا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطيق بخير يا رحمن اللهم إننا نعوذ بك من زوال نامتك وتحول عافيتك وفجاءة نقماتك وجميع سختك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واخفر لنا يا خير الغافرين وافتعلينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في علينا يا ذا الفواضر يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام اللهم ازدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغ علينا يا رب العالمين اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح عملنا وأصلح أحوالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين واسل السقائم قلوبنا يا كريم سبحانك اللهم وبحاندك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونحتفظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته